اشتركوا في القناة يعينوا في الجهاز الاداري في البحافظة التي يختارها بكل تكريم شخصي لهذا الخريج الامر الثاني انه بعض الزملائنا اثاروا موضوعين موضوع الدرجات الخالية وان الوزارة اخذ الدرجات الخالية وان عندنا 480 الف درجة خالية وذا سيبناهم كارت الدنيا غير ات وبقى خير كله انا عايز اقول للاستاد الاعضاء ان اولا الدرجات الخالية دي ليس درجات بداية تعييف هذه درجات ترقيات يعني ما تنفعش حد يتعين عليه دي درجات حدود ادنى للتعيين حدود ادنى للتعيين ثم انها هي حقيلة برنامج الاطلاح الاداري واي مساسب بها ما كان يمكن ان نقوم بترقية العاملين بالحوافظ بغير ذلك من صبر الاطلاح الذي ليس المجال اللي يحليها الامر الثاني ما تحدث عنه بعض الزملاء من تعيين بدأ المعار وبدأ المجند وانا اعلن امام حضرتكم ان هذا الباب محظور محظور القانونة لان تعيين بدأ المعار عند عودة المعار يترتب عليه مباشرة انشاء وظيفة للمعار او لشخص اخر وتضخم الجهاز الاداري بطريقة غير عادلة لان الذي يعين بدأ المعار او بدأ المجند انما هو بورقة وموافقة دون اعلان ودون امتحان وهذا اسلوب نفيناه يعني اوقفت ارتفع الحكومة فيه ولا تريده لانها توفر الامر الثاني ما اثاره الاساس العليمي حول ان انا اصدرت تعليمات بان محدش يعين عمله مؤقته الا بالاحتياج ويكون عنده اعتمادات اظن هذا عمر منطقي لانه لا يليخ ان افجأ بان عددا من العمال قد عينوا في مكان معين وليس لديهم اجر ثم يتظاهرون ويكون وليس لدينا الاعتمادات اطلب الاعتمادات اولا فاذا جاءت اليك عين كما تشاء انما دون ان تكون اعتمادات لا الامر الاخير اللي برضو اريد اعمله واعتزل لحضراتكم عن الاطالة هو ما اثير حول خفض سن المعاش ما اثير حول خفض سن المعاش واعتبار هذا الموضوع الموضوع يمكن ان يفك المشكلة اريد ان اقول لحضراتكم ان الذين يخرجون للمعاش في الدولة في الجهاز الاداري لا يزيدون عن 40 الف واحد كل سنة ودول في وظائف عليا ما تبطحش لبيدات التعيير الامر الثاني ان القانون الحالي بيسبح لكل واحد عنده 55 سنة وما عنده اشتف على 55 سنة يعني من 55 ل59 انه يتقدم بطلب للإحالة عن المعاش فياخد يتسوى معاشه ويضف له سنتين او المتن لفضلاله ايهما اقل ولا يتقدم تقريبا الا خمسة او عشرة كل عام لهذا الموضوع الامر الثاني اللي عنده اقل من 55 سنة وعايز يطلع معاش القانون الحالي يسبح له بان يتقدم بطلب للمعاش فياخد مكافئة سنة ويتحسب له سنتين اتين في اقداميته ومع ذلك لا يتقدم لهذا الطريق الا اربعة او خمسة كل عام فهو طريق غير مطلوب جماهيريا ولا يؤدي الى تخفيض الجهاز الاداري لان جملة الذين يخرجون على مضاعي خمس سنوات هم فقط بتين وخمسين واحنا قلنا الحضرات في السنة دي هنعيه 150 الف فاعظون ان تبقى صعب او ان افتحباب معاش ثم اندخل 150 فاشكر حضراتكم على حسن الاستماع وارجو انا اكون قد يتقدم